مراكز الرعاية الصحية الأولية سيتم توزيع من لم يقوم بالتسجيل على حسب الشواغر المتبقية وأضافت مراكز الرعاية الصحية الأولية أن برنامج اختار طبيبك يأتي استمراراً لتطوير الخدمات الصحية في مملكة البحرين وفقاً لمفهوم طب العائلة واندرجوا ضمن الخطة الوطنية للصحة 2016-2025 بهدف تطوير الهيكل المؤسسي الصحي ليمتاز بالتنفسية والجودة العالية واتبعت بأن برنامج اختار طبيبك يأتي كجزء من مشروع التسير الذاتي وبما يدعم هدف برنامج الضمان الصحي الوطني صحتي والذي يسعى إلى توفير علاقة بين الطبيب والأسرة وهو ما يتماشى مع المعايير العالمية للعلاج لتحسين جودة الخدمات المقدمة وفق نهج الرعاية الصحية الأولية وضمان استمراريتها وتعزيز الخدمات الوقائية والكشف المبكر عن الأمراض إلى جانب ميزة إتاحة خدمة التطبيب عن بعد